الكل يعلم أن مصر في حرب وإذا كانت مصر مرت بحروب بدءا من بقى 56, 67, 73 ما سميات صورة 2011 الكل يعلم في الأسر المصرية أن الأمن والسلام الذي نعيش فيه هو قمة النجاح للدولة المصرية وبالتالي كل واحد عليه مسئولية وطنية الدولة عليها دور اللي هي سرعة الرد يعني لو بنتكلم نقول حقوق وواجبات أستاذ حساء أنا بتكلم على دور الأسرة أولا دور الأسرة لأن الأسرة إذا علمت صح وربت صح ووضعت حب البلد في الأطفال الصغيرين الحقيقة أنا بشوف أسر على الشواطئ في المطاعم بلاقي الأب بيقوله ده مصر ده العلم ده الجند اللي وقع بيحمله أنا بابقى سعيد جدا على فكرة كلنا جونا وطنية طبعا وكلنا بس مين الشاطر اللي يسوى الوطنيات للطفل الصغير زي ما بنحب محمد صلاح وبنحب البابا تودرس وبنحب شيخ الأزر وبنحب مجد يعقوب وبنحب زولي الناس دي حبت الناس دي ازاي مش من غلال أغنية مش من غلال فيلم خلينا نتكلم يا أستاذ إسحاق على فيلم زي أيام السادات احنا كنا نعرف أنور السادات إلا من خلال الدراما أما شفنا الفيلم الأخير بتاع ناصر 56 مش احنا تعرفنا على الإنسان أما شفنا مسلسل الاختيار كم واحد عايز يبقى أحمد منسي لها القوة النعمة حضرتك لا دور بقى الدور الثاني للدولة المصرية أن تغزي العقول وأن تخاطب العقل والوجدان أخفيك سرا أننا محتاجين الدولة ترجع تنتك تاني محتاجين تاني أما هذا يمكن حاصل في الفترة أكثر أنت محتاج بكثافة رموز دينية رموز ثقافية رموز تاريخية لأن تأثير الفيلم والمحاكاة هقولك على موقف صغير جدا تأثيره قوي جدا يمكن أكثر من مئة نا ولا ألف نادوة ولا ألف كلام طبعا خلينا نتكلم على سيدة القطار الأم المصرية اللي بتعبر عن جمال المرأة المصرية شوف تصريحات الفنانة العظيمة عفاف شعيب امبارح قالت إيه قالت أتمنى أن أجسد دور سيدة القطار أنت عملت يعني أنت خاطبت الوجد المصري خاطبت النخوة المصرية شوف الموقف ده لو تكرر مع أي مواطن مش أقولك ما أحد أبطلنا في جيش أو شرطة شوف لو فيه واحد يعني يكلم حد بطريقة غير لائقة شوف اللقطة دي وتكريم الدولة وكيف يمكن أن نقول أن الدولة الآن لا تفوت هتلاقي الموظف اللي هيغلط هيفكر مليون مرة قبل ما يرى بالضبط أنت عملت ميثاق وعملت قانون أن الدولة لن تنتظر أن تكرم أبناء المبدعين لن ننتظر أن تعاقب إنسان مخطئ دلوقتي شوف تأثير الموبايل وتأثير فيديو صغير بيظهر سلبية أو إيجابية سلبية يعاقب مهما كان لأن الدولة الآن دولة مؤسسات والآن من يجيد ومن يحمي الدولة ومن يحافظ على أبناءها يكرم وبتالي بنتكلم على سوشيال ميديا من ينشر أخبارا كذبة لابد أن يعاقب لأن الحقيقة أنت بتضمر أسر إزاي أن أنا شوه وإزاي أن أتحدث وإزاي أن أجذب على أسر ناس ماتت يبقى فيه مرة واعي يقولك 80 واحد مات ده فيه 15 واحد مات دول ناس بيهجروا ناس من العمرات عشان ما دفعوش يعم إحنا بقى الحلقة اللي فاتة عادت هات يعني أدي كده يا جماعة ما فيش حد مش حاجة اسمها يعني أنت هتبقى ساكن في عمارة وعشان ما دفعتش أهيجي تكسروا العمارة في قديم ما فيش حاجة اسمها كده يعني إحنا ده إحنا مصر بتلمي الناس من الشارع مش هترمي الناس في الشارع يعني قصة كبيرة والناس عشان يتفهم القصة يقولك لا ما إحنا أصلا شوفنا الفيديو بيقوله وصف برنامج التاني بيقوله الناس برضو بتسمع وتشوف كل يوم الأخطر أستاذ إسحاق أن هؤلاء الفئة الضلة الجماعات الإرهابية هي بتشتغل على زي ما قلت لحضرتك الناس اللي ما عندهمش الثقافة والبسطاء وخلي بقى لحضرتك للأسف إحنا عندين ناس ما عندناش ضمير بتوقف على ناصية الشارع بتوقف في أماكن معينة تبث سموم على أذن الناس البسيطة ده هيغلوا الأسعار ده المترو غيلي عشان كذا إحنا عايزين نعمل الـ عايزين نعمل الهجوم المضاد بالعقل إحنا نحن نحن نبقى مبسطين من السيد الرئيس عندما يتحدث إلى الشعب نشوف رئيس مجلس الوزراء أول مبارح في المؤتمر المهم اتكلم قد إن الدولة أخدت من الحتان وأخدت من الناس اللي استفادوا من الدولة أربعة دفعوا مليار جنيه خلي بالك المواطن محتاج يسمع لكن مع المواطن ومع الدولة إنت محتاج الناس يبقى عندها ضمير محتاج الناس تخاف على البلد لأن الدولة مش جيش وشرطة ورئيس فقط أنت محتاج ثقافة محتاج دراما محتاج إعلام أنا محتاج إعلامين يا أستاذ إسحاق بقدر الدولة المصرية إعلامي بدل ما يطلع يشتم ويطلع يخلي الناس تستأمنه إعلامي يظهر الحقيقة صحيح وعدد الإنجازات اللي على الدولة بصراحة أقل ما يقدمه الإعلام المصري زي ما قلت لحضرتك أنا ملاقي حد الحقيقة أنا بعمل ده قريبا دعية إسلامية كبير تربطني بها علاقة طيبة وسيدة فضيلة لقيت عدد من الزملاء كتبين انتقلت وكذا مرة فلانة لفلانة دخلت السيدة الفضيلة بخير من فضلك تأكد من المصدر يسيبوها أخش تاني على الخاص من فضلك شيلي البوست كن إيجابي